رجعت لكم مبارس جديد يلا بنا نكمل في وقت العاشها مونيكا كانت مرحقة جدا لان بقالها اهيا مش عارفة تنام كويس بسبب كلامها مع انريكي كبتلوب نفسها لانها وفقت على عرض جامعة بيرل انها كان نفسها تدرس فيها جدا على الرغم انها عارفة كويس قوي لأثار الجانبية للدو والأخضر وافتكرت لما كان بيسألها امتى هتقدر انها تجيب له الحبة الخضرة وكان بيلحى عليها جدا ساعتها ردت عليه انها مش عارفة طريقة تحضرها بس هتوعده انها تسأل حد تعرفه وممكن يبقى عارف ازاي تتحضر وكملته هامة وطرة انها تحتاج شوية وقت رد عليها انها لو احتاجت اي مساعدة تقدر انها تجيله في أسره وحياها ومشي ومونيكا بتفتكر سمعت الخدمات وهم بيتكلموا بعض وبيسألوا بعض هو اللورد سولوبين هيجي النهاردة؟ ردت خادمة ان اللورد سولوبين جيه مرتين لأسر الاسبوع ده كانوا بيسألوا بعض انت حييجي يقدم بقى عرض جواز الانيسة للا؟ فكرت مونيكا لو رخدم بيتكلموا عن جواز السيد سولوبين وليلا يبقى معقول حقيقي هيتخطبوا قريب بعد ما كانت مونيكا راحت مع مارتن في الجنينة وفضله يتمشوا فضلت مونيكا قاعدة مع مارتن وهي بتتاوب سألها مارتن هي كويسة؟ اعتذرت له وقعت له انها معرفتش بس اتنا من بارح قال لها ان اخته للا كمان بيحصل لها كده احيانا علشان كده بتاخد اقراص منومة ورحقل مونيكا تحب يقتلوا منها ان انت تاخدي من اقراص منومة بتاعتها شكرته مونيكا وقعت له انها هتقدر تنام كويسة النهار ده بسبب قلقها عليها ومونيكا بتتكلم مع مارتن كانت للا ماشية في الجنينة وراهم هي والخادمات وبترقب مونيكا فكرت مونيكا انها اكيد مش هتقدر انها تاخد منوم من للا لانها بترقبها بتحوم حواليها من امبارح وده طبعا لانها عايزة تعرف ايه الحوار اللي اتكلمت فيه مع انريكي سألت مونيكا مارتن لو اتحدد جواز سيد سولة بن وليلا بس هو قال لها لا ما حصلش وسألها هو بتسأل ليه قالت له ان كل الحوالي الليلا بيقول ان انريكي خطبها بس في الحفلة ما كانش باين عليهم كده خالص قال لها مارتن ان لو هم كانوا حقيقين مخطوبين كان رأس معها في الحفلة مش كده ورح قال لها عموما هم بيزهروا مخطوبين لان اختي عندها اغلى مهر تغربت مونيكا وسألته مهر تحيك مارتن وقال لها انا سألته امي وقايتلي ان من بين السيدات اللي عندهم مهر كبير اختي هي الاجمل فكرت مونيكا وكررت انها تستغل الوضع ده من مصلحتها وقالت له ده كمان رأي سيد سولة بن فليلا فرح مارتن جدا واسألها هو فعلا سيد سولة بن مدح اختي قربت منه مونيكا وقايت له الاحسن انها تقول الخبر ده اللي لا انها ده هيسعدها قوي ودلوقتي بقى يلا ارجع قدتك واخد حمام فرح مارتن وقال لها حاضر وادحها ومشي مع الخادمة ورحت مونيكا للدكتور مايكل وطلبت منه الحبوب المنومة زي اللي بتاخدها ليدها بالزبط فسألها هم انت عندك قرق قالت له انها بس لسه مش وغالة على قضيتها علشان كده مش عارفة تنام كويس خرج الدكتور حبوب من شنطته ودها لها فكرت مونيكا وهي بتاخد الحبوب انها هتدي الحبوب دي للسيد سوربن بالطريقة دي تقدر انها تشتري وقت لحد ما تلاقي الحبة الخضرة كده كده هم ما يفعش يعتمد بس على الحبة الخضرة فعشان كده الاول لازم تديله حبوب المنومة وتشوف تأثيرها ايه عليه ولما جيه الليل خبطت ليلة على قضيت مونيكا وقالت لها هوا انت نايمة يفتح الباب تمعتها مونيكا بس وقعتش عايزة تردها عليها وقالت مونيكا لنفسها وهي سعيدة جدا اخيرا جيتي يا ليلة طبعا جيتي بعد ما عرفت ان السيد سوربن مدحك وجاي عشان تتأكدي وتعرفي قال عليك ايه صح مش كده فضلت مونيكا سمع ليلة من بره وهي بتقول لها انت قفلت الباب ليه وفي حاجة انت بخبيها علي ولما مرضيتش مونيكا انها تفتح هيقست ليلة ومشيت فضلت ساعاتها مونيكا تضحك وكانت سعيدة جدا وقالت نفسها ليلة سحقيه سيئة جدا انا تعبت قوي عشان اقدر اشتغل هنا ومش اسمحلك ابدا تعامليني باستخفاف اياك تستخفي باللي انا مرت بيه اللي انت بتعامليني بيه دلوقت ده مجيش حاجة قدام اللي انا شفته افتكرت مونيكا بداية ايامها في مستشفى ارفض ورئيسة الممرضات وهي بتزعلها وتكلمها باسطوب وحش افتكرت اول مريض جالها كان جندي تصف الحرب في رجله وبسبب ده اتبطرت رجله ساعتها يا كايت فاكرة كويس قوي اتكلمها معاه قال لها ساعتها المريض وهو بيتحك فهو انت تعرفي ازاي الدكتور بطر رجلي ما كانش يلاقي مكان في المستشفى ففرش ملايه على الارض وعمل كده ورغم انه هو كان بيتحك وهو بيحكي انه انها حسد بتأثير كبير قوي في عناه وكانت فاكرة كويس قوي زي المريض ده بيحاول يمشي بكل قدرته بالعكاز وساعة قدقيه انه هو يمشي بالعكاز ويعرف يمشي به وفي اليوم اللي اخيرا نجح انه هو يمشي فيه بالعكاز كانت دي نفس الليلة اللي هو انتحر فيها المريض ده كان بيستخدم الدواء الاخضر والسوح حظ مونيكا حين مونيكا هي اللي اكتشفت جثته وبالرغم من كمية المطاهر اللي هي استخدمته علشان تنظف الارض مصريحة الموت فضلت موجودة وعلى الرغم من حزنها ساعتها وان الجزء من قلبها الكسر بس ما كانش فيه وقتها للحزن نزلت مونيكا الجثة وغيرت الملايات وجه مريض تاني بعده المريض التاني ده كان جنزي مريض مصفحينه ما كانش بيقدر ينام بسهولة بس كمان ما كانش بيقدر يفضل صاحي رئيسة الممرضات كانت منصرة انها عايز تديره الدواء الأخضر بس مونيكا خافت انه هو ينتهي نهاية زيها زي المريض اللي قابله وقتها كانت بتفكر انها لازم تعمل حاجة عايزة تنقذ المريض ده بأي شكل الرغم انها يتيبة وبتفكر بس في نجاحها السحقي حاست انها عايز تنقذه ساعتها افتكرت مونيكا مدير الداري الأيتام كانت المديرة بتعمل وصفة لان كان عندها أرق واخدت مونيكا الوصفة دي وديتها للمريض المصف عينه وفعلا قدر المريض ان هو ينام لأول مرة وكانت فرحتها ساعتها كبيرة جدا وفكرت مونيكا علشان كده يا ريلا لازم تعرفي ان انا مش هستازم بسهولة أبدا وثاني يوم لما سحيت مونيكا قالت نفسها ان بقالها كثير قوي ومفكرتش في مستشفى أرفض ومع ذكرياتها في مستشفى أرفض حقيقة عدت الشخصيات السيد سوروبين أفضل بكثير قوي من الدمه والصراخ في المستشفى كانت مونيكا متحمسة جدا وقايت نفسها يا طرى الروح النهاردة لمنزل السيد سوروبين وبالليل كانت مونيكا بتلعب مع السيد مارتن فقطه وكانت معلويات مارتن عالية جدا من الصبح من ساعة معرف ان السيد سوروبين معجب بأخته للا علشان كده كل ما تحاول تخليه نام يرفض ويبقى عايزي كمل لعب ودخل لايه نام متأخر جدا في درجة انها متحقتش حتى تاكل العشب تحال انها مستعجلة تروح لإنريكي استعجلت مونيكا ورابطت كوبهيتها وخرجت وإيه خرجة من بوابة لقيت حد بيسألها وانت راحها فين خافت مونيكا وبصت وراها لقيت هانز واقف لها قايت لمونيكا انت خوفتني جدا كسف هانز واعتزال لها قايت لمونيكا انها رايحة لوسن مدينة ان الدواء اللي كتبوا لها الدكتور غالبا غلط طبعا مونيكا وكاتش عايزة يعرف انها رايحة عند السيد سولوبان عرض عليها هانز انها يوصلها لان الوقت متأخر جدا في الاول اعترضت مونيكا بس هو اقنحها انها هيوصلها لأول الطريق بس ان الطرق شبه بعض جدا وهي ممكن تتوه اضطرت مونيكا انها توافق ولما كانوا ماشيين في الطريق قال لها نرف السن بتاعها جميل جدا استغربت مونيكا بس افتكرت ان دار فوس تاني لشترهولها لوس كمل هانز كلامه وقال لها ان هو بقاله ميت يوم بيشتغل هنا بس كورل بيشوفه خدمات قويات زي ماري بس دلوقتي شاف حد زيها بيتبس فساتين جميلة وكان سعيد قوي وقال لها انا حقيقه مش عارف ازاي جملك كسفت مونيكا جدا وتحرجت من كلامه ومجرد ما وصلت هي الهانز لأول الطريق شقرته ومشي هانز اتنهدت مونيكا لان هو اخيرا مشي وكملت طريقها لعند بيت سولبين ولما وصلت خبطت على باب وفتح لها اندريا مساعد انريكي قال لها اندريا وهو بيستقبلها جوه البيت ان هو بسبب الظروف الحالية مش قادرين يجيبوا موظفين جديد للبيت وكان رأزوا سعيدها طبعا ان ده بسبب مشاكل المالية اللي حصلت لهم بعض مصادر الملك في روسهم بعد الحرب بس قطعوا السيد سولبين وقال له مش نزل منك تشرح لها هي كده كده اسيسا عارفة قصت مونيكا لقيت ان هيكي واقفة على السلم وبيسألها هو انت ايه اللي جابك دلوقتي قايت له مونيكا علشان الدواء الأخضر استقبلها في السرون وقال لها كنت فاكر ان انت تحتاجي وقت أكتر من كده عشان تجيب الحب الخضرة قايت له مونيكا نتاح حقيقي هي فعلا محتاجة وقت عشان تريل حبوب الخضرة هي بس كل ده حصل انها جابت له دواء منوم استغرب وقال لها هو انت فاكرة ان انا ما جربتش الحبوب منومة ورح ندق ايناريكي على أندريا جيها أندريا وكان مع شنطة كبيرة فيها أنواع مختلفة من منومات قال لها السورة بان لما يبقى عندك قرى طبيعي جدا يبقى عندك أنواع مختلفة من منومات استغربت مونيكا وسألته هو انت استخدمت كل الأنواع دي رد عليها ايناريكي اكيد يعني مش باكمحهم كهوية وجاب ايناريكي سجرة وقال لها ورح قال لها خالي لي بقى شوف الدواء اللي معاكي ده ولما شافوا قال لها ان استخدمت النوع ده قبل كده بصرها اندريا وقال لها بلاش تعمل تصرف غبي زي ده ارتبكت مونيكا جدا وقال لها ايناريكي في جدية انا عارف ان انت بتعملي ده علشاني بس بغض النظر عن رأيك انت هتعملي ده مقابل فلوس علشان كده حتى لو حموت لازم تجيب الحبوب الخضرة ردت علي مونيكا وهي خايفة انها محتاجة شوية وقت بس وقالت في نفسها وانا خايفة منه لي كامل انيريكي كلامه ببرود ما تجيش في وقت متأخر كده تاني ويريد تستجلي الوقت في انك تلاقي طريقة تصنع الحبوب الخضرة تحصبت مونيكا جدا وبقت بتقول في نفسها ايه ده ريد الكلام دي هو اللي عايز مساعدتي وطالما عايزنا ساعده يبقى لازم يتكلمي بطريقة احسن من كده شوية متعدد الشخصيات ده ورح اتقامت مونيكا من على الكلامة وقررت انها تتخانق معا بس لها انيريكي وقال لها وفيه ايه قلت له انا عايز اقول لك حاجة قطعها انيريكي وقال لها بعد ما خلص كلامي بانكلمي وطلع انيريكي محفظته وادها شيك فيه 500 عملة سألته ايه الفلوس دي قال لها انيريكي بغرور هو انت سمعت فين ان فيه قانون عن الشغل من دير فلوس لو لقيت وصفة الحبوب الخضرة بقى اشتري بالفلوس دي المكونات وكمل انخلصت دلوقتي كلامي وسألها كنت عايز اقولي بقى فرحت مونيكا جدا وقالت نفسها عشر اطعاف راتب الاسبوعي احكيت مونيكا وحييته وقالت له انا حفز الكسارة جهدي عشان الاقي الوصفة قالت نفسها دي فلوس كسيرة قوي لدرجة ان انا هتكرم هتكرموا تاني مع بعض شوية في هدوء سألته هو انت بقى لك قديمش نايم قال لها يومين وانتي قالت له انا اول ما بحط راسي عن مخدة في نامة على طول وضع عليها انيريكي يا بختك انا ما بحط راسي عن مخدة بتبقى باقي الليلة طويلة جدا وراح سألها وانتي عارفة ليه انا عايز اتجاوز لانيسها مالت لان انا مش متعود عيش في بيت ريفي ومش متعود عيش في هدوء متعود ان انا نام وفي دوشة حوالي قالت له اكيد اصر عيالة سولو من كبير جدا رد عليها ان انامتوا عندهم اثور كتير جده كبير من ست اجيل بانا قلعة كبيرة جدا وراح قال لها تسمع عن قلعة قريدري يا فاسمرة اندهشت مانيكا وقالت له ايوة افتكرت لما كانت صغيرة وبتقرع عنها في الصحة وفي الكتب بناها كبيرة جدا وموجودة في العاصمة وراح اتبصت له باستقرام سألها وانتي وتبصري كده ليه ردت علي انها كانت فاكرة دايما انه بيعيش في اثور زي ديه والامير بعدين افتكرت انها مكانش لازم تقول كده ابدا دهك انيريكي ورد عليها ان ده حقيق اكده التعليق هو سمع كسفت مانيكا جدا وقالت له انا مقلتش حاجة غلط مش كده غيرت مانيكا الحوار وقالت له مش انت مش بتقدر تنام ممكن لو عملت مجهود كبير تراف ساعتها ان انت تنام رد عليها انيريكي وقال لها ان كنت جندي وعرف كويس قوي حدود جسمي ركاية مانيكا سألته هو انت متأكد ان الدواء الاخضر حيخليك تراف تهم رد عليها وقال لها على الاقل حيخليني احسن من دلوقتي حطت كوباية دي كان بيشم منها بعصبية والطرابيزة وقال لها في حاجة ننسيتها والهالك في شخصية ربعة مش بتظهر كتير صدمت مانيكا وتوترت وسألته هو مين قال لها ان هون بيعرفش ان هون مش بيظهر كتير تغير ان هون مش بيقول له اسمه بس في مرة سابري سينا مكتوب عليها مرحبا رقيت مونيكا جدا من كلامه لما شاف ان هونريكي مونيكا متوترة غير موضوع وقال لها ان اكتر حاجة مش بيحبها ان هو بيتقدم للبنات ان هو بيضطر يروح لهم يتكلم معهم عشان يعرف يتقدم لهم وفدر يتريع عن نفسه ويقول ان هو ما كانش متخيل ابدا ان مريض نفسي يبقى اغلق نوس والدته حبيت مونيكا انها تلطف الجوش شوية وراح تقيت له ايه رأيك ان تدخلي المساعد بتاعك يغني لك تهويدة قبل النوم او حتى يمسك ايدك لحد ما تنام حسي انيريكي بصدع وقال لها انت بتقولي ايه هو انا طفل وبعدين عند راية بسكرتل بتاعي مش الناني بتاعتي قايت له يبقى انت لازم تتجوز ممكن كده زوجتك هي لتحسسك بالامان حصى بانيريكي وصدعه زاد وقال لها ياريت بس الجهاز الدور اخدر عشان يتحسن توضطرت مونيكا وقايت نفسها موضوع كده بقى سيء جدا انا مش حقدر اقول له ان هو عنده هلوسة وسوء تقدير الموقف ورحت قايت له صحيح هو انا عندي سؤال هو انا مش اخدت منك فلوس رد عليها ايوة هو مش ده معناه ان انا كده قاعدر ان انا لقلق عليك استغرب انيريكي وخاف لحسن هي اللي تكون عايزة تغني له الاغنية عصبت مونيكا وقايت له على فكرة انا مقلتش ان انا هغني لك هدي انيريكي وارتاح ورح قال لها اناسة يلي بتحطي ع راسك عندما خدت نامي فهو مش الوقت تتأخر جدا انت لازم تروحي بقى ورح ندر مساعد بتاعه عشان يجي ولما جيه قال له ان هو يوصلها ودعيته مونيكا ومشيت بعد ما مشيت مونيكا نام انايريكي على كنابة الصالون وصيدات الرؤوذة كانت عالية جدا ولقى مونيكا نسيت الكباعة بتاعتها ساعتها اخد الكباعة بتاعتها وحطاها على وشه عشان يمنع الدوب مثلا ما كانش يعرفه ان هو هيدخل في النوم دخل ايريكي في النوم وافتكر الكلادة اللي مكتوب عليها سول وافتكر الممرضة وهي بتقول له انا مقلت لكش على فكرة ان انا هغني لك اخنية قبل النوم بس بعد كده ابتدى يحلم باحداث الحرب الطويلة طيارات ونار وانفجارات حواليه هو وزميله وافتكر يوم محدد كده في الحرب وقال لنفسه انه ما كانش ابدا يتخيل انه هيقف عاجز قدام طفل ما كاملش حتى عشر سنين من عمره طفل عنده عشر سنين بيحارب ومش قادر يساعده كان بيسأل نفسه هو ليه الحرب دي اهمت من المسؤول عن كده اساسا وافتكر لما كانت حواليه اصوات الانفجارات وزميله بيحاولوا ان هم يستخبوا من القنابل اللي بترميع عليهم طيارات العدو ولما ساعل عن كاتبته علشان ييجوا ينقذوهم وواحد ساعتها من الجنود رد عليه وقال له ان الانتصاد بهم اتقطع وفجأة ضربت عليهم كنبلة حاول ساعتها انيريكي ان هو يهرب هو زميله للمخبأ بس لها لطفينج لطفينج طفل ما كاملش عشر سنين من عمره مصاب وخايف وكل اللي هو عايزه ان هو يروح لوالدته واقف انيريكي وحاول يطمنه ووعده ان هو حيرجعه لوالدته بس اتضرب في الوقت ده كنبلع المخبأ والمكان كله مفكر وكل مات وانيريكي ساعتها تطفعينه قام انيريكي بسرعة عشان يدور على لطفينج بس اتصدم انيريكي لما شاف لطفينج ميت واغمع عليه من الاصابة ولما فاق لقى نفسه في المستشفى وما كانتش شايف كويس بس الممرضة كانت دايما بتطمنه ولما كان بيحس بقلع ما كانتش يقدر ان هو ياخد مسكنات وكان بتفضل انها تغني له اغنية بتغنيه نفس الاغاني اللي هي كان بتغنيها للولادة الصغيرين في الميتم من ساعتها انيريكي كله بيفكر فيه لذا وكاهد الاغاني دي بتتغني للاطفال في الميتم فاكيد الاطفال دول كانوا بتعذبو وخلص الحلم هنا ولما فتح انيريكي عينه شاف المساعد انيريكي وحو بيصحي وسأله هو انت نمت في الصالون طول الليل استغرب انيريكي وقال له هو انا نمت هنا طول الليل ايوة بس افتكرتك بترتاح شوية لانك مرهك وتعبان ولقى انيريكي ببعت مونيكا واقع على الارض قال له انيريكي ان دي بتاعت الانيسة مونيكا هفكرها بيها لما تيجي المرة الجاية سيكت انيريكي شوية ورح قال له المرة الجاية رد عليها اندريكي باستغرب ايوة هي مش هتيجي مرة تانية ولا ايه قال له انيريكي سيب الكوبعة هنا ولما تيجي الانيسة مونيكا بقول لي قال له اندريكي حاضر ورح سأله هوا انت ما سحيتش خالص في نص الليل ردها عليه انيريكي وهو متوتر لا صحيت قال له اندريكي وهو مبتسم زي متوقعت بس انا سعيد ان انت عرفت تنام شوية سيكت انيريكي لان هو ما كانش عايز يقول لحد ان هو عارف ينام طول الليل قال له اندريكي طالما صحيت خلينا جاهز لك الفطور بعد ما اندريكي ماشي فدر انيريكي قاعد سرحانا عن نفس الكنبة فدر يفكر هو زي فدل نايم طول الليل بقاله يوم كامل نايم ده غير انه بقاله يوم كامل ما ظهرش ورا شخصية من شخصات التانية فكر انيريكي اكيد دي صدفة مش اكتر من كده صح فدل يفكر انه حلم بحلم ومزاج بس هو مش فاكر هو ايه اتمنى تكون حالة النهاردة عجبتكم استنوني بقى في البارد الجاي مش هتأخر عليكم باي